يتمتع الكابتن ماجد المبنن بلياقة عالية فهو في الخمسينات من العمر لكن رياضة الطيران الشراعي التي أحبها منذ زمن ومارسها جعلت منه ذا لياقة عالية وروح مرحة كيف لا وهي تحلق بممارسيها للطيران في الأجواء بخفة ومثعة دخلت الرياضة هذه في اليمن دخلتها في اليمن في عام 2013 طبعا بدايتي كانت عبارة عن هواية أتأمل كثير من الناس اللي بيتغيروا وأتمنى أن أكون مثلهم ولله الحمد تواصلنا مع دولة عربية كانت هي الرائدة في هذا الجانب ورحت أخذت الكرسات حقي وحبيت أن أدخل شيء جديد لليمن لي شخصيا ثم للبلد ثم الآن بي نسطرها للشباب اليمنين وهذا المحرك اللي تشوفه ورايا هو عبارة عن ماكينة تتفاوت قوتها تبدأ من الثمانين سيسي إلى ثلاثمائة سيسي بحسب قوة الشخص وبحسب قوة المحرك حتى المظلة المظلة هي تتراوح بحسب الوزن وبحسب الشركة في شركات كثيرة تتعاطى في صناعة المظلات أو نسميها الوينكز باللغة الإنجليزية أنا في السنة اللي فاتت مثل هذا الأيام لم أكن قد مارست أي شيء من الطيران الشراعي ولا أعلم عنه شيء إلا الجانب النظري الكابتن ماجد أعلن كرائد في هذه الرياضة عن فتح باب التدريب فتواصلت معه وبدأت التدريب هنا على يد الكابتن ماجد في التدريب الأرضي على استخدام الوينك أو ما تسمى بالمظلة أو الشراع ثم تم التدريب أيضا على استخدام الموتور أو المحرك في تركيبه وفكه ووظائفه وصيانته إلى آخره ثم بعد ذلك استكملت التدريب في جمهورية مصر العربية وحصلت على الشهادات اللازمة الشهادات الدولية وأيضا الشهادات المتقدمة في الطيران بالموتور والطيران الشراعي بالطيرات الهوائية أو ما يطلق عليه بالبارا غلايدينغ ويعد الكابتن ماجد المبنن من أوائل من أدخل الطيران الشراعية بالمحرك إلى اليمن بعد الطيار المقالح فقد بدأ ماجد المبنن يمارسها في اليمن منذ العام 2013 حتى الآن يطير بمظلته الشراعية في المناطق الواسعة التي تتمتع بها بلادنا وما أكثرها ويدرب الكثير من الشباب عليها الآن وصلت إلى مرحلة الحمد لله من 2013 طبعا دخلت 2013 زي ما ذكرت طبعا ماهوش أول واحد نقول مثلا ماجد المبنن سبقني عشان للتاريخ أنه كان الكابتن محمد المقالح طبعا هو كان بارا غلايدينغ والفرق ما بين البارا غلايدينغ والبارا موتورينغ هي المحرك شاركت أنا في ماليزيا شاركت في بطولة العالم في الفيوم في مصر كانت مشاركة شرفية ولكن لأنه ما مش معنا اتحاد عشان شاركنا بطولة عالمية لازم يكون في عندي اتحاد وخرج من البلد ولكن قبلت مشاركة شرفية ورفعت العالم اليمني وكان حضور مميز لنا لإثبات وجود في 2018 كانت رحلة مميزة عبر المظلة الشراعية يحلق بها ماجد والمتدربون على يديه وقد شارك بها في الكثير من البطولات الخارجية لكنه يطمح أن يزداد محبو وممارسو هذه الرياضة وأن تلقى صداها لدى الجهات المعنية للمشاركة فيها أكثر وفتح فضاء أوسع للتعرف عليها والتمتع بأجواء التحليق عالية اشتركوا في القناة